مصر البلد الفضائية كما كانت من قبل السياحة هي المصدر الرئيسي لعودة الاستثمارات أيضا لعودة الروح إلى جسد الفنادق السياحية والفنادق النيلية وأيضا عودة الروح إلى الشارع السياحي المصري كان لابد في هذه الحلقة أن نلتقي بواحد من خبراء السياحة في مصر وهو الأستاذ أحمد عبد الرحيم مدير عام فندق ريال السياحي أهلا بسياتك دايما يمكن كلنا بنقول يا رب السياحة يعني مش طبعا مش بالتمني لكن السياحة بترجع بالعمل وبالفعل أخبار السياحة في البداية الأول والله يا فنم طبعا كل حاجة بترجع بالعمل وبالمجهود وبالإصرار بس يعني الحمد لله يعني أنت بدأت يعني يبقى فيه بشاير بس طبعا مش مرضية يعني النتائج لسه مش مرضية بعد الفترة اللي احنا فيها بس فيه بشاير ان شاء الله خير يا يعني حطينا رجلنا على الطريق والله يا فندم عشان نقول إن احنا حطينا رجلنا على الطريق وعشان نبقى صرحة مع نفسينا قبل أي شيء فيه حاجة كتير أيضا لازم تتعمل كل اللي احنا بنعمله دلوقتي حاليا هي مجرد اجتهادات الاجتهادات دي بنحاول فيه إنما عشان أنا حل حل جزري أنا لازم أتحكم في عناصر العمليات السياحية عناصر العمليات السياحية اللي هي فندم اللي هي الطيارة اللي هي الفندق اللي هي الزبون دول الثلاثة عناصر الباقي كله بتبقى حضرتك بتبقى زي وسائل مكملة مكملة طب إحنا عندنا الطيارة عندنا الفندق عندنا بس ما بنستغلوش دي تفرق يعني إحنا كل اللي إحنا حضرتك اللي بيحصل الفترة اللي فاتت ديت إن إحنا بنحاول كل ما تيجي تتكلم على أي حاجة حضرتك يقول لك شركة مصر للطيران وحماية الشركة المصرية للطيران الشركة الوطنية الخصص الكلام بس عشان نقول إن في حاجة بتتعمل فعلا لا ما فيش حاجة بتتعمل بس المطارات الحمد لله يعني تأمين على أعلى مستوى وفي شركات أعتقد دخلت والحمد لله يعني إحنا شفنا رئيس الوزراء بيتفتش أنا بص يا فندق إحنا بمتكلمش إن في مجهود بس مجهود لازم الجهود كلها تبقى بتتضافر في وقت واحد عشان العملية تتحرك صحيح ما ينفعش يبقى الأمن شغال لوحده وما ينفعش الناس تانية تبقى نايم طيب ما ينفعش يبقى الإعلام بيحاول وما ينفعش الناس تانية تبقى نايم أنا عشان حضرتك يبقى كله بيحصل تقدم في كله في وقت واحد لازم يبقى كله ماشي في نفس الاتجاه متزامن معه في نفس المسيرة طيب تقدر تقول لنا حضرتك يعني لو نقدر ناخد رشدة من خبير سياحي إزاي نرجع السياحة السابق عهدة والله يا فندم احنا طول عمرنا بنتعرض لصدمات والصدمات دي الحمد لله احنا بنعديها تمام احنا مش بنعديها عشان خاطر احنا لمواغزة يعني احنا نقدر نعديها لا احنا بنعديها عشان احنا ربنا واهب البلد ما يقرب من تلتين أصار العالم تمام اجمل شواطئ في الدنيا واجمل بقاع على مستوى العالم كله جو الناس بتتمناها في العالم عندنا المقاومات عندنا كل المقاومات صحيح فانت حضرتك لو بتتكلم في تلتين ثقافة العالم فهم محتاجين لنا اه فعاجلا اجلا السياحة ترجع احنا نخصة بس في ان احنا بنقايا احنا بنتكلم في في ان احنا عايزين نرجع السياحة نرجعها صح اه عشان ما تنقعش تاني وما نتعرضش لصدمات تاني زي اللي احنا كل شوية بنقع فيها صحيح اه الحاجة التانية حضرتك ان احنا عايزين نرجعها بسرعة عشان الناس والمواطن العادي يحس بتأثير مختلف لان حضرتك زي ما انت عارف اكبر مصدر للدخل من العملات الصعبة هو السياحة طبعا مهما حاولنا في المجالات الاخرى حضرتك مش هيكون لها تأثير زي ما هيبقى فيه تأثير للسياحة في زيادة الدخل للقوم يريد تدي فكرة للمشاهد المصري عن احمد عبد الرحيم لما كان يعني ممكن قبل الفاصل او قبل التسجيل بتقول لي ان انت كنت سبب فيه يعني حضور السياحة الروسية لمصر فيريد تديهم فكرة كده المشاهد المصري تقول لنا كنت بتعمل ايه هي الخصة فاندم الخصة بدون عشان ما اذكرش اسماء لشركات او اذكرش حاجة كانت البداية البداية كانت في الغرداء البداية دخول السياحة الروسية كانت في الغرداء تمام ودي كان اه عن طريق احد اكبر التورو فريتورس حاليا اه وهو يعتبر اه يعني من اكبر الناس اللي عندها كمان طيارات في الاتحاد السوفيتي في روسيا اه اللي كان الاتحاد السوفيتي القديم اه اه الشركة دي كانت لسه بتفكر انها تشتغل في مصر تمام اه انا واحد من الناس اللي كنت مع الجيل الاول فيها اللي هو كان بيبني الكلام ده وكنت بحاول ان انا سعيدهم باقصى ما اقدر اه كنت بحاول ان انا اديهم اه 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 التولز اللي تقدر تخليه يقدر يسوق البلد دي تمام طيب اه دلوقتي يعني نقدر نقول اه كلام بمسنين طبعا 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 الناس دلوقتي اعتقد او الحكومات هي نفسها اللي بتتحكم في عدم يعني وصول الافواج السياحية الى مصر يعني احنا تقريبا محطوطين على الخط الاحمر في الدولتين سواء الروسية او الايطالية ازاي نطلع على الجرين لاين يعني بدل من الريد لاين يا فندم الموضوع مش موضوع خط احمر او خط اخط احنا زي ما اتكلمنا قبل الحلقة احنا كنا بنتكلم انا وصعدتك الموضوع سياسي اكتر منه سياحي واكتر منه امني الموضوع مش موضوع امن بدليل ان احنا في كل دول العالم زي ما انت عارف حباك وقبل حتى الثورة بتاعتنا وقبل الاحداث دي كلها اه كان بيحصل الاحداث اكبر من دي كمان في كل حد في اكبر العواصم في اكبر العواصم العالمية والاوروبية اه وكان بدأ والسيحة شغالة صحيح حدثة لقصر حصلت والحمد لله كملت وما فيش شيء ده حدثة لقصر ده حضرتك دي عشان عندنا انا بكلم حضرتك على حواجز خارجية لو حضرتك ترجع بالذاكرة الوراء حضرتك لو تفتكر الجيش الجمهوري الايرلندي كان بيعمليه في لندن كل يوم كل صباحية ربنا ومع ذلك السيحة ما قالتش لندن حضرتك شوفت اتعامل ايه في باريس قريب ومع ذلك محدش قال نبطل السيحة لباريس حضرتك شوفت تتعامل ايه في مطار جوه المطار اه في تركيا ومع ذلك السيحة ما وقفتش اكتر من عدد معين من الساعات تمام القصة هي مسألة هي مسألة سياسية بحتة ضغط سياسي على القيادة عندنا احنا ما صدقنا ان احنا يبقى عندنا قيادة بقنا دولة الحمد لله مفترمة وجعنا دولة تاني عندنا رئيس يفتخر به العالم كله مش مصر بس صحيح رجل راجل يعني يشتغل يعني يمكن بيشتغل اكتر من اي حد فينا صحيح صحيح بس خمسة الصبح عشان انا بقول لحضرت بيشتغل اكتر من اي حد فينا ويا ريت احنا نكون على قدر المسئولية اللي هو حاسس بها طيب السيحة العربية لما جاتوا في الوقت اللي احنا يعني السيحة في مصر مخنوقة ما سددش العجز اللي كان موجود السيحة العربية دي كربون من السيحة الداخلية عندنا سياحة مناسبة احنا ثقافتنا كمصريين وكعرب وكمسلمين ثقافتنا حضرك ما فيهاش حضرتك سياحة انك انت تعمل سياحة الويك اند او انك انت كل فترة تاخد العيلة بتاعتك كده بصفة مستديمة تاخد المتسافر حتة وتتفسح احنا عندنا فيه مناسبة بنتطلع نسافر ما فيش مناسبة ما نسافرش والعرب برضو نفس الطريقة برضو نفس التربية يعني تبقى مراحل نفس الثقافة هي بتسد مرحلة هي بتسد مرحلة انما ما تقدرش تعتمد عليها كاعتماد كل طيب الامن ودوره في عودة السياحة انا شايف انه الحمد لله يعني الجو احسن بكتير مما سبق يعني انا طب من رأي حضرتك كلنا حاسين ان احنا بقينا دولة وبقينا بقى فيه امن بالزبط كلنا حاسين بالتغيير طبعا انت عارف حضرتك كانت بالكت عاملة ازاي في اول الثورة وشوف دلوقتي اتعاملة ازاي لا احنا الحمد لله اللهم لك الحمد احنا فيه احنا مشينا شط كبير جدا في ان احنا نرجع مصر تاني الحمد لله بقى لنا اسمه وصمعة في المحافل الدولية وده اللي مجننهم مننا وبيخليهم بيزودوا الضغط علينا صحيح فيه فلوس فيه مخطة تتعامل فيه فلوس تصرفت عشان التاريخ بتاعنا او بتاريخ المنطقة يبقى غير الكلام ده خالص صحيح انت غيرت لهم كل الكلام ده في نفس الوقت الحكومات او الناس الممولين هتسأل الناس دي انت وديتوا الفلوس اللي صرفتوها دي في الفاضي فهو لازم بيعمل اقصى جهده حاليا عشان خاطر يرجع ينجح المحاولة وعشان يفلت من السؤال صحيح صحيح المفروض ان احنا يبقى عندنا وزارة وحدة للسياحة والطيران المدني ما نزودش بقى ما نساعدهمش على انهم يتحكموا فينا زيادة حاذك بترجح انه عودة وزارة السياحة والطيران المدني كما كانت من قبل وزير واحد قبل لازم وزير واحد هو اللي بيتحكم في الاتنين هو اللي بيدي قرار مش يتضرب مع قرار الوزير التاني صحيح هو اللي بيفكر في الجزئيتين في نفس التوقيت مش كل واحد بيفكر في وزارته بيفكر في مصلحة وزارته ومصلحة موظفينه بس صحيح احنا بنتكلم نفكر اكبر شوية ومن منطلق اعام شوية اللي هو الدولة كمصر صحيح دي حاجة الحاجة التانية لازم نفكر ان احنا نمتلك مقاومات العملية السياحية احنا اخوانا مصر الطيران شركتنا الوطنية والشركة الام وكل حاجة بس احنا انا لما اعمل منها شركة طيران عارض الم فيها الطيرات الصغيرة اقدمها بسعر كويس ومنافس للتروبوريتور اللي بيتحكموا فينا في كل حاجة عندهم الطيارة وبيضغطوا على الفندق كمان بياخدوا منه ارخص الاسعار وبيضغطوا عليه بالسيولة وبالكاش عشان ياخد منه اكبر عدد يضمنوا كجارانتيه من الغرف وبأقل سعر صحيح يضرب به السوق كل انا لازم يبقى عندي الطيارة لازم يبقى انا اساعد انا كدولة اسعري للطيارة دوت اقلب كتير من اقلب بنسبة معينة من اللي بياخدوا الطيران الاجنبي او اللي باخدوا من الشركات الطيران الاجنبية العارضة صحيح عشان اقدر اساعد واساعد شركة سياحة المصرية انها تنافس الطيرو بوريتور اللي موجود برا احنا كن حصل الفترة اللي فادت انك قضيت على شركات السياحة كمان هو خده بالسيولة وبالامكانيات المادية اللي معاه بقى ياخد الغرف فاضي مليان او امتي فورفول زي ما بقوله بسعر اللي هو بيحدده لانه بيضغط عليك لانك باب في احتياج بالفلوس عشان انت برضو عندك مسؤوليات والتزامات كاوتيل فاطر الزبون زبوني بقى انا اللي اروح اجيبه حضرتك احنا كان عندنا مكاتب موجودة الوورل اللي حصل ايه اللي حصل ان فيه احد الوزراء قال لك ان المكاتب دي ما بتشتغلش فانا عايز اغير الناس ديت وعايز اقللهم وادمجهم الوزير الحالي قال لك فانتم لا ده انا هقفلهم طب انا فانتم المكاتب دي مكاتب معروفة ومصروفة عليها من عشرات السنين صحيح وبقالي عشرات السنين بصرف عليها اشطب الكلام ده ولا انا مش مقتنع بالناس اللي موجودة هناك انا ممكن اغيرهم والسيد الوزير الحالي هو من احد افراد الجيل اللي احنا بنكلم منه ساعدتك اللي هو عارف اكتر واحد فينا ان عندنا احسن الكاليبرز او الناس المسوقين السياحيين على مستوى العالم صحيح طب ما انا استغل الناس دي واحطهم في المكاتب دي واقلب منهم تارجت اقول لكل واحد فيهم في البلد اللي هو هيبقى مسؤول عنها اقول لنا انا عايز منك عدد معين من السواء حسب القياس بيبقى نسبة وتناسب طبعا مع عدد السكان بتوى الدولة اللي موجود صحيح ان شاء الله في الدول الكبيرة اطلب اقول له انا محتاج من كل واحد فيكم مليون سائح على تقل صحيح احنا فضل احنا مش متبوقين المكانة اللي احنا نستحقها في دول اقل بكتير مننا في الامكانيات في الامكانيات وفي التاريخ وفي كل حاجة ويدخلوا دخل اعلى مننا وعندهم اعلى مننا بكتير والدخل كمان اعلى تمام السياحة المصرية كانت بتحقق اكتر من 11 مليار دولار سنويا تمام هذا الرقم كيف نعيده مرة اخرى لكن هسمع اجابة سعدتك بعض الفاصل شكرا عزيزي المشاهدين فاصل قصير ثم نعود هذا البرنامج يا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عزيزي المشاهدين رجعنا لكم بعض الفاصل ومعنا ومعكم الخبير السياحي الاستاذ احمد عبد الرحيم مدير عام فندق ريال السياحي اهلا بحضرتك مرة تانية اهلا بك فالو كنا بنتكلم قبل الفاصل عن 11 مليار دولار اللي كانوا بتحققهم السياحة ازاي نرجحهم تاني ان شاء الله في الفترة القادمة والله يا فندم هي زي ما قلت لحضرتك هي تضفر مقاومات مقاومات اللي موجودة عندنا احنا نستغلها كويس اه الادارة بتاعتنا انا بتكلم بقى مش الادارة بتاعتنا انا بتكلم الادارة بتاعتنا كسياحة ادارة سياحية بتاعتنا تبقى ادارة قوية اه تبقى ادارة من الناس اللي هي لها بروف ان تراك فعلا اللي هي أثبتت خلال السنوات الماضية على انها تسوق اه 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 ليه اسمه وليه شمعته في السوق اه ان ما كاتب التوريز مؤثرته يحصل فيها تغيير وتجديد للدماء بدل ما نقفلها وبأخسرت كل اللي انا عملته الفترة اللي فاتت صحيح اه ازاي ان انا حاول حاول الظروف اه واللي ضدي بالاضافة للمقاومات يا فندم اللي عندي اه ازاي ان انا حاولها بتبقى في صالح اه بالاضافة ان انا برضو محتاج وعي اه وعي بالعملية السياحية وباني ده اكبر اه مورد للعملة الصعبة وللدخل القومي للبلد ازاي افهم الناس الكلام ده زي ما كنت بدل برامج تعليمية زمان للطلبة اه في السنوية العامة احنا في حاجات كتيرة بعيدنا عنها فندم حضرت علينا بالسلب مش بالاجاب طيب اه دور هيئة تنشط السياحة ويعني ما تفعله الان في سبيلها للحصول على هذه الارقام معودة السياحة الى مصر هل انت راضى عنه؟ والله يا فندم انا مش ضد حد معين بس انا هيكفي ان انا اقول لحضرتك اه بص على الناس والقيادات اللي موجودة في هاي التنشيط السياحة بص عليها بقالها كم سنة وعملت ايه للبلد اه حتى ان الناس بقالها سنين طويلة جدا اه ما افادتش البلد بحاجة بل بالعكس الدنيا سائت اكتر بترجح ان الاستعانة بالخبرات الشبابية الناس اللي هي طلعت شافت شغلة هي دي هي دي النقط اللي انا بتكلم فيها هي دي فعلا انا مش مش فرحتي حضرتك ان انا اقول ان الشباب وانفولف للشباب والشباب وبص حضرتك في امريكا اقل كانديدات كان للرئاسة الامريكية اللي هما بيصدروا لنا الفكر بتاعه اقل كانديدات فيهم كان تمانية وستين سنة صحيح حضرتك الشباب انا اقدر استفيد منه في المجال زي مجال السياحة اللي انا بكلم حضرتك في ده فيه مسوقين محترمين وعلى قدر من العلم والخبرة والثقافة كتير اقدر استفيد بهم في مكاتبنا برا اقدر استفيد بهم في هيئة تنشيط السياحة على فكرة التغييرات اللي حصلت الفترة اللي فاتت في هيئة تنشيط السياحة واشامي كتيرا ضافت لها كل الاحترام والتقهير واضافت للمكان امثال الاستاذ شام الدميري مدام نور عالي الاستاذ كريم محسن وزمائل كلهم اللي موجودين يا فندم انا عشان بس بما بقاش نزيل حد كلهم اسماء على قدر من الخبرة ومن الاحترام والمسئولية والقدرة على انه غير تاريخ بلد صحيح صحيح انا فعلا انا بتمنى لزمائل دي كل الخير واتمنى لهم بس يا لازم برضو زي ما قلت تساعدتك تعاون جهود كاملة مش افراد بس صحيح ولا دولة بس لازم كلنا فانت منحط ايدينا في ايدينا بعض واولنا الجهات اللي هي الادارة اللي هي الادارة الصحية صحيح احنا بالنيابة عن حضرتك ومن برنامج اسرار البلد بنشكر الاسماء اللي حياتك قلتها لانه اسماء يعني جديرة بالاحترام واستطاعت انها فعلا يعني بجهد وعرق ان هما يشاركوا في العديد من البرصات العالمية رأي حضرتك في المشاركة في البرصات العالمية والله يا فن من المشاركة في البرصات العالمية ده مهم جدا بس مهم جدا برضو لما أكون أنا بطلع منه بنتيجة النتيجة دي أنا عايزة أوصل منه مش عايزة أوصل منه العقدة نمضيته قريدي مع واحد تول أوبريتور كان موجود عندي مصر وبيجيلي كل سنة عشان يمدي معايا أو يغير الفنادي أو يمدي يزود عدد الفنادي يقللها حضوري للبورصات السياحية دي اللي بطمع أن أستفيد منه هو إضافة سوق سياحي جديد زيادة عن الأحلى اللي عندي في الباسكت صحيح ده اللي أنا بطمع في حضور البورصات أو بتمنى حضور أكتر ومشارف أكتر وإظهار أكتر لقيمتنا كمصريين ولمقاومتنا كسياحية الفناديق يمكن في مصر انقسمت يعني إحنا عندنا يمكن الغرف اللي موجودة في مصر طبعا أعتقد غرف كافية جدا لكن المنتجعات السياحية وما يحدث من قرى يمكن حتى الآن يعني نسب التشغيل فيها ضعيفة جدا دي نقطة مهمة جدا أنت هل حزين على ذلك دي نقطة مهمة جدا حضرتك اتكلمت فيها ودي غافل عليها ناس كتير آه آآ ساعتك الحس السياحي بتاع حضرتك أو الحس الوطني بتاع حضرتك آآ 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 حدد النقطة دي الله يكلم آآ حضرتك المسألة كلها آآ آآ في كل حاجة في كل سلعة نعم عرض وطلب وطلب لما أنا يبقى عندي عدد الأسرة آآ 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 لاتسي مثلا آآ آآ عشر ناس وعندي الطلب أربعة آآ على الأربعة سرية آآ أنت متوقع إيه التشغيل نسبة التشغيل نسبة التشغيل هتبقى هتبقى ليال الماكسيمم بتاعها يبقى الأربعة دو صحيح صحيح إنما لما نكون عندي الطلب عشرة آآ ولا أنا بعرضه أربعة أنا سعري هيبقى عالي آآ آآ اللي بيحصل إيه إن كان الفترة اللي فاتت آآ العكس العكس كان اللي بيحصل إيه أي حد عايز يبني ابني أي حد عايز ياخد تسريع ويديله أي حد بياخد استثمارات وقروض من البنوك وده عايز يمشي وده عايز يمشي وده عايز يمشي إنما في الآخر كله جعلت مغنح صحيح يعني رأي حضرتك إنه الناس اللي هي من خارج السياحة اللي دخلت على السياحة دمرت السياحة أثرت طبعاً تأسير كبير آآ يعني هم برضي لهم أسلوبهم وطريقتهم في التعامل وفي التشغيل طبعاً أنا حضرتك أنا كاتورو بوريتور أنا ما بفيش تورو بوريتور بيشتغل معك إلا إذا كان بيسق فيك صحيح الثقة دي دي مش هتتولد إلا بين الخبرة في التعامل أو الخبرة في الاتصال أو الخبرة في العملية السياحية نفسها كنا بنتكلم حضرتك عن السياحة وتأمل المشغول يعني اللي بيشغل السياحة ده لازم يكون سياحي ولا يعني ممكن حد يكون مش سياحي بس يجيب ناس عندها فكر سياحي ده حيء ده مظبوط يعني ده أنا أعتقد إنها مش عيب ولا رأس المال يعني بيقول كده ده كلام محترم يا فندم في ناس كتير قوي مستثمرين ما لهاش في السياحة حضرتك أو ما لهاش في المجال السياحي جابت شركات إنما هي عملت حاجة مشرفة جدا في منهم بنوا قتلات مشرفة جدا في منهم عملوا شركات مشرفة جدا القصة بس كلها في إيه لا إدارة الكلام ده لي إن شاء الله بإذن الله طيب لو حضرتك يعني دلوقتي آآ نفسك يعني يبقى في فندق بتعمله بشكل بإسلوب بإدارة جديدة تتمنى يكون في إيه؟ في الوقت الحال عشان يجذب أو يعني نقول ولا مهما كانت الظروف فالطريق مغلق زي ما بيقولوا يعني والله يا فندم أنا زي ما قلت لحضرتك إحنا عندنا كل حاجة مقويم وتموت وده اللي مطمع للعالم كله فينا الموقع التاريخ الجو والحلو اللي احنا بنشوفه دلوقتي صحيح؟ صحيح؟ وده اللي مطمع للدنيا كلها فينا وكل اللي قدر أقوله بس إن إحنا نعمل حاجة لو أنا نفسي أعمل حاجة أنا نفسي أعمل حاجة كبيرة مشرفة لبلدي أفتخذ بيها ويفتخذ بيها كل واحد مصري سواء في مصر أو عايش برا مصر صحيح؟ إحنا نستحق أحسن من كتاب كتير طبعا طبعا رسالة حضرتك بتوجهها من خلال أسرار البلد لوزير السياحة تقوله إيه؟ والله لوزير السياحة مش للناس الأول لوزير السياحة لا لوزير السياحة أقول اللي إحي بيراشد أنت إنسان محترم ليك سمعتك وليك تقديرك وخبرتك لا يستهان بها أتمنى أنك ما تلتفتش لحد أتمنى أنك تسمع زملائك من أهل المجال اللي كان ليهم الشرف أن أنت بقيت وزيرهم تمام ربنا يوفقك ويوفق زميلنا كلهم اللي أنت اخترتهم بالذات الدفعة الجديدة اللي حضرتك اخترتها وأتمنى أن تكون كل واحد فينا يقدر يساعد بأي حاجة بس مش يساعد كده لا يساعد فعلا بغاوغائية زي ما بيقولوا لا أتمنى أن ننصق مع بعضه لو في أي حاجة أي حد يقدر يساعد فيها يأريد أن يوجد اختراحه للسيد الوزير وأنا ما أعتقدش أنه هيرفض أي اختراح في مصلحة للبلد رسالتك لرئيس السيسي بتقوله إيه؟ أقول له ربنا معك رسالة بتوجهها للناس اللي هم يعني بيحتكوا بيكوا بتحتك بيهم والناس اللي هم نقدر نقول يعني بيجوا للمصريين سواء كانوا عرب أو أجانب بتقول لهم إيه؟ أقول لهم مصر أحسن بكتير من اللي أنتوا بتسمعوا غلط عنه طب هل الإعلام وما يحدث من وسائل الإعلام كان سبب برضي كبير ورئيسي في طرد السياحة من مصر والله أنا فندم أنا من حوالي أكتر من 15 سنة كنت قاعد في اجتماعك كده في غرفة المنشآت الفندوقية كنت أنا أصغرهم في كل حاجة تمام في كل الناس اللي عادة لما جينا كانوا بيتكلموا جيه دوري في الكلام تماموا سألوني رأيك إيه؟ رأيك إيه في فيما يحدث فيما يحدث يعني والله أنا قلت لهم بصراحة شديدة نحن إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بعمل نحن فندم لازم نتغير من جوان ما فيش بلد ستتغير برئيسها بس ولا بحكومتها بس لازم الناس نفسها تتغير لازم الناس تبطل تفكر في نفسها الضغوط والظروف اللي حصلت الفترة اللي فاتت السنين اللي فاتت دي كلها خلت الناس كلها بتفكر طبعا بيقولي اللي نفسي صحيح أنا بلتمس العذر للناس بس في نفس الوقت أنا برضو مش فق على الإدارة الحالية صحيح أقول للناس أصبروا وديكوا شفتوا المناظرة الأمريكية ما بين اتنين الرؤس الشباب الاتنين الشباب والرؤسة اللي كانوا في المناظرة كانوا بيفضحوا بعض ازاي وبيقولوا ده البلد مليانة بطالة وهي تقوله ده انت اللي قفلت الشركات وهو يقول لها ده انت اللي عملت طب يعني احنا شايفين العالم كل نعقل بس نعقل ونفكر صح ونبطل نفكر فبط منها بس شوية هل احنا لسه بنتحارب من قوة خارجية عشان تدمر السياحة في مصر ما زلنا نتحارب طبعا انت كل يوم بيعدي بيثبتلك اللي بتحصل فيها انه فيه حرب خارجية ده حرب موجهة عليك صحيح يعني كل يوم بنتأخر فيه ده سبب وبرضي اللي بنقدر نقول التكتلات اللي هي على مصر خارج مصر ده حقيقي وده بيظهر فعلا كل يوم يا فدم انا دلوقتي انا حضرتك كده بالعربي كده اه انا حاجة ما فيهاش مصلحة انا حاجري وراها ليه انما هي القصة كلها ان احنا ان ربنا واهب البلد دي خيرات من المهد الا اللحظة زي ما بيقول فكل ما بيديمر علينا زمن وكل ما بيديمر علينا التاريخ كل طامع بيجي يطمع فين بيطمع في البلد في الشرق الاوسط وفي المنطقة العربية ليه لانها هي قلب العالم طبعا طبعا رسالة لزميلك واصحاب المنشآت السياحية بتقول لهم ايه في نهاية اللقاء والله اقول لهم ربنا يكون فهمكم سواء زميلي او سواء اصحاب المنشآت السياحية زميلي طبعا انت عارف ست سنين يعني ايه حضرتك كل شهر بتخسر لك ربع مليون جنيه ده انا بقول اللي مخسرش اه 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 بتخسر لك على الاقل ربع مليون جنيه ان مستحالة بالنسبة الاشغال دي حتقدر تغطي كل التكاليفك باور وسبلايز ومرتبات اكل وشرب منين احنا يعني بهذه الرسالة بننهي مع حضرتك اللقاء الف شكرا لحضرتك ربنا خليك احنا اللي اتشرفنا بيك ونتمنى بس يعني ان احنا نقدر نعمل حاجة للبقاء يا رب ان شاء الله تعود السياحة كما كانت بازن الله ان شاء الله شكرا نستاذ احمد لحضرتك شكرا لحضرتك عزيزي المشاهدين لاسعنا الا ان نتقدم بخالص الشكر والتقدير للخبير السياحي الاستاذ احمد عبد الرحيم مدير عام فندق رويل السياحي على ما قدمه من رشدة لانقاذ السياحة في مصر عزيزي المشاهدين الى اللقاء في حلقة قادمة ان شاء الله هذا البرنامج يأتيكم برعاية شكرا لكم شكرا لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة